هاي شو جيرز عاملين ايه وحشتونا جدا 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 الحقيقة المرة دي الحلقة مختلفة تماما طبعا احنا الاول كنا بننزل وبنعمل شابنج وبندور انا لسه من الالد سكول دي اني بحب انزل بنفسي وبدور واهتم قوي ان انا امسك الحاجة وشوفها علي لما اجي اعمل شابنج دلوقتي موضوع اختلف طبعا وبقى فيه بيجز كتيرة جدا ان انا قادر اشتري منها انلاين سواء على الفيسبوك او على انستجرام وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة وكمان ياسمين بقينا دلوقتي نشوف كل حاجة في باترينا اونلاين بطلتها البلوجر اذا كانت ستة او روجل بنت او ولد البلوجرز دلوقتي بقوا عبارة عن مهنة معترف بيها بالنسبة للجميع بالنسبة لو بيزنس صغير حد عايز يعلن عن منتجاته عندهم او حتى شركات كبيرة بدل ما يروحوا يدفعوا فلوس كتير لفنانين او حاجة زي كده فالموضوع بيبقى البوضجيت قليلة عليهم اكتر والبلوجرز عندهم متابعين كتير وفيه ناس منهم كتير او بيبقوا قدوة كمان لشباب وبنات كتير بالضبط هي وظيفة في الاخر قد تكون ان احنا فيه ناس بتختلف معاها او انها بتتفق معاها فيه ناس كتير جدا بتتبعنا عايزين يعملوا البزنس ده وخصوصا لو الموضوع ان هي مش قادرة تنزل في موعيد محددة او عندها حاجات بموعيد او عندها اطفال ملتزمة بيهم فده طبعا هيساعدها كتير وكانت محتاجة انها تعرف مننا اي حاجة بتخص البزنس فتابع حلقتنا النهاردة ايه رأيكم نشوف هاي شجر هيقدم لكو ايه بخصوص البلوجر استنونا بعد الفاصل لكل الشجر اللي بيشوفونا النهاردة بزمتك يا شيخ ينفع كده اول ما تسحل من النوم وتشوف جوزك صحي من النوم وتقول صباح الخير يقولك يا صباح الناكد عالصبح لأ وعتقولك ان دي نميت النهاردة اه دي نميت النهاردة واحدة من الشجر اللي بتتبعنا على فكرة بعتت لي بتقولي لير دايما الرجالة شايفين ان الستات هم عندهم مشكلة وهم السبب في النكد ما برضو ياسمين مش كل ستات نكدين في رجال مش كل رجال نكدين في ستات كمان نكدين يعني في ستات مسوقة سمعتنا هي في ستات أكيد نكادية بس ما هو ست هي مراتك نفسها على فكرة ممكن تبقى نكادية وممكن تبقى فرفوشة رجل بيحب ستة الفرفوشة خلنا مأتفئين على كده ستات برضو بتحب الرجل الفرفوش بس برضو برضو هقولك على حاجة في ستات مهما الراجل يعمل لها بتفضل نكادية مهما الراجل يعمل لها أنا عارف البسيل وترجى تايجر يا فوزية دلعي كده والراجل بيحب الفرفوشة ما انت ممكن تبقي فرفوشة بس اللي معاك انه كذي مبوز هتعرف تبقي فرفوشة مش هتقدر لي مهما ان كان بص يا امي الموضوع بسيط انا عايزة كل الرجال موضوع بسيط جدا على فكرة يعني لو هي حاجات صغيرة قوي 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 لو اتعاملت وابتديت وتشتغلوا عليها يعني وراء او قلم كده قولي لها كلمة حلوة لا استني لأ انا جايبها بصي هم حاجة صغيرة وراء او قلم كده وراء صغيرة بص عشان الساعة تبقي فرفوشة انت عندك اول حاجة اول حاجة خد عندك ان هو هاتم بيها دلعها اهتم بيها اه قولها كلمتين خلوين مفيش مانع تحسسها ان انت بتساعدها في المطبخ اه اه قولها اعمل لك وبيتشيحها حبابتي اه هو بس هو هيسمع الكلام ده هيبقى بالنسبة له انا شايفة في ناس ما ده متضايق او متضمجرب اسألي متضمجرب ولا تسأل صير الجالة كده شايفين ان هم متضايقين ها لا هو الموضوع والله هي ابسط ما يكون اه 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 حبابتي تسلم ايدك هو في ناس الجالة المصريية دي حبابتي انت بتتكلمي على انا ما تعقدنيش يا بابا احنا نفرج عليها في التلفزيون ما تعقدنيش يا بابا احنا نكس كده مقبل على الحياة نتكلم طب انت وانت رجع لولادك كده اه وجايب لهم مثلا حاجات وبتاع هتلعها شوكولة حاجة بسيطة في الاخر ممكن تقولها على فكرة بس هي الفكرة نفسها ان انت داخل لها بحاجة ان انت افتكرتها بحاجة دي حاجة بسيطة مثلا هتبقى مبسوطة بيها او بصي استيطات عم مطر ما بتحبش الراجل العملي اللي بيحل المشكلة بتحب الراجل يتعطف عليها امام معيها يعني مثلا انا جيت قلتلك يا حبيبي ده صحبتي من دايقيني يقولها لا يا حبيبتي انت احسن انت اشتر انت اجدع انت احلى هو كده بيثبتها لا انا رأيي حاجة برب هو يسمعها على فكرة اني بايزين حد يسمعنا ايمان ما هو يسمعنا بس يتعطف معانا ايموشن لي يبقى اللي هو ايمان معانا يعني حتى لو بصير اكشن وشي اه جوب يعني انا ده المطلوب والله العظيم فعلا ان الست محتاجة حد يسمعها محتاجة برضو هقولك على حاجة وممكن رجال واستزعال مننا ممكن تخصص لها مبلغ صغير يعني بجد مبلغ صغير انها تدلع بي نفسها شوية تعمل بيها حاجة هي بتحبها انا عارفة ساعة الفلوس طبعا جينا للكلام يا منو بيود دلو الرجالة بقى هيت في التلفزيون وقوم ويجرو كلام ده فعلا بيديهم قوي بس هو لو حتى لو حاجة بسيطة اه بقى باردي احبا حاجة خصص لها مبلغ خصص لها مبلغ كل شهر تروح الكوافر تدلع كل شهر كل تلاتين يوم بدل ما تشتري قلبيت سجاير اه بقى حاجة بسيطة طيب وحاجة تانية برضو اه ان هو دلوقتي ممكن نرجع مثلا من الشغل في حاجة بره ناس بتعملها بتعجيبني قوي وخصوصا في دول بيبقى ليها ثقافة معينة هو بيشتغل وبيشوف شغله وبيشوف حياته وطبعا عندهم طبعا الوقت غير نحن خالص بيبقى فيه مواعيد فمجرد انه هو بيخش من بيته زي ما بيحط المفاتيح وزي ما بيحط حكته بيعلق الجاكب بتاعه هو بيسيب الموبايل بتاعه جنب البيت بقول ان الوقت ده ده وقت اولادي وقت امراضي على فكرة ده برضو يعني اقتراح من ضمن الاقتراحات الكتيرة الصغيرة طبعا عندك حق طبعا وبيسيب بقى مشاكل الشغل كمان بره ويخش بقى بطاقة جديدة احنا ما عندناش كده عندنا الانتقل لبرا هي التقل لجوه بس نصيحة للرجالة اوعى شوف اوعى تجيب سيرة زميلك البنات او زميلاتك اللي في الشغل جوه البيت اوعى هتسول عشتك وهتطاين عشتك لو اضطريت ان انت تجيب سيرتهم يعني ده انها دوحشين انت احلى حبابتي انت بتبسي احلى هم مش احسن حاجة كده يعني عشان بس خايف على مطلحك والله طب بصوا احنا برضو متفقين كده ان في وظيفة معروفة يعني عارفة البسكت عارفة بسكت البيت ده فدي معروفة خلاص فحافية تانية برضو صغيرة انت لو ركزت فيها والله هتفرق معاها يعني مش لازم اما يجي مثلا حد البيت يصلى حاجة هي اللي تقاف معنا لو مال لا ايب ايب والله يعني بتحصل بتحصل ممكن مثلا عنبوبة عنبوبة جاية البيت حضرتك تشيلها كده وتلفحها كده وتحسسها كده ان في حاجة مهمة انت بتعملها مساعداتها جماعة ما لازم تحس يا جماعة ان من غيرك هي في حاجات ما تقدرش تعملها انها لو حست ان انا هقدر اعمل ده وهقدر اعمل الدوريني بساعتها النتجة مش كويسة خالد عارفة الفكرة في ايه لو كل واحد في الثاني قدر تعب اللي قدامه يعني هو يقدر تعبين انا مطحونة مع الولاد والحمى والمذاكرة والبي وال aztحمع واللي بيذاكر واللي بيروح المدرسة واللي بخسل هدومه واللي بنظف لو هو قدر تعبي جوا البيت وانا قدرت انه هو تعبان طوال اليوم ومطلع عينه في الشغل ومشاكل في الحياة انا قدرت تعبك وانت قدرت تعبي الحياة هتبقى فيها توافق وانا حس اخاف عليك وانت هتخاف عليك هو الموضوع عبسط ما يكون نزبط والستة اساسا كائن ضعيف حتى القوية والمفترية والمسيطرة وشخصيات ستات كتير جدا بتباني انها مسيطرة على فكرة ده بتداري ضعف فيها وده بأمانة يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب يعني فعلا الشخصية الستة اللي دايما تقول لك لأ وانا اقدر وانا روح وانا اجي انها ممكن تكون شافت خزالان كتير من رجالة في حياتها او انها تخطبت كذا مرة او 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 فوصلت نتيجة ان انا اقدر اعمل كل حاجة وانا انا اقدر ربسط نفسي فلو انت ملكش دور بتضيف فيه ده اللي هيقفل الدنيا خالص وده اللي مش هيخليها تحس ان انت بالنسبة لها عامل لها اي دور عندك حق ياسمين وانا كواحدة سنجي اللي مش متجوزة بس انا ما حد يجي يسألني ما تجوزتش ليه بقولهم والله لو لقيت راجل ارجل مني هتجوزه ده رضي في كل المواقف اللي زي كده بغض النظر اني محبش تسأل السؤال ده اصلا بس لو حد يسأل لي سؤال زي ده ده رضي ليه لان محتاجة حد برضو يشيل مسئولية حد يبقى مهتم حد يعرف يبقى ارجل مني فعلا فعلا حقيقيا من اخر بقى خليك كده خد الستة المفرفشة عشان تبقى مفرفشة انت كمان اعمل اللي عليك وعلشان تبقى بيت وسكن ليها لازم تعمل شوية حاجات بسيطة من اللي احنا قلنا عليهم دي ارجاء كلها نحن سنتضس اتقوي ان الناس بêtes حكي علينا على فكرة بتنسوش تبعتونا بقى كمان على هاي شوجرز أي مواضيع انتُوا عايزينينا نتكلم عنها والنم عنها ولسه مكمرين معاكوا و فكان كده ايام اجدادنا كانوا دايما بيبقى اليهم مقولة و الحقيه دايما ان المقولة دي اغلبيتها بتطلع صح فكين المقولة بتاعت ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه هي الحياة مقولة صعبة شوي ان واحد على فكرة هي مش بس جوزك هي الست او الراجل ان واحد عاش بطبع معين او بعادات معينة او بأسرة معينة ليها تكنيك معين في التربية في الاسلوب ففجأة يطلع من بيته او هي تطلع من بيتها عشان تغير سلوكياتها مرة واحدة اكيد الموضوع بيبقى صعب عشان كده بيشرفنا النهاردة اسطايا ستامر شلبي استشاري علاقات وخبير التنمية اهلا بك اهلا بك اهلا بك الحمد لله تمام اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك منوارنا جدا النهاردة في الاستوديو منوركم عايزين بقى نسأل كم سؤال كده من الحاجات اللي هيا بتخيل ناس تضرب بعض دي عارفهم يالله انا معاكم نضربهم وبعض طب زي مياسمين قالت فعلا الواحد صعب قوي ان هو يتعود على حاجة بعد ما اتعود فترة معايش بطريقة معاينة يعني انا مثلا واحدة عندي حاجة وثلاثين سنة بدون ذكر الرقم بالظبط حاجة وعشرين انا انا خمسة عشر يا سميحة خمسة عشر ما بيش تقول الظبط بس المهم ايه؟ انا عمال فقر لو جوزت في يوم من الايام طب انا مثلا مايش حد يفتح عليها النور ما اقدرش حد يفتح عليها النور انا كرسع فهل انا ممكن حد يصحيني من النوم امي المليلي فتره وامي مين بيعاوز انا لسه ايمان ما اتجاوزتش فهي يعني مشكلتها النور هي مش فاهمة وفي مشكلة اكبر من النور انا سايفاك تتكلمه وفي مشكلة اكبر من النور هي مشكلتها النور اللي شغلها لا هي الفكرة كلها ان يوم ما هيظهر البني ادم او الشخص اللي انت هتتقبلي منه انه يفتح النور عليك وانك تصحي من النوم عشان خطر تعمليله الاكل انك انت ما بتفكرش في اي حاجة غير راحته يبقى هو ده البني ادم الصح وتأكد انك لازم تغي الخطوة بسرعة مشكلتنا ان في اغلبية الناس بترتبط لمجرد ان جي سن الجواز او هي المفروض انها ترتبط او عشان خطر اصحابها كلهم ارتبطوا هي لا او عشان خطر او الناس كلها هنفرح بك امتا او الناس كلها هتفرح بيها امتا النقطة دي هو ده اكبر غلط بنرتكبه في اول او اي بداية علاقة ليه لان احنا مش بنرتبط عشان الشخص احنا بنرتبط عشان نحط على السيفي بتاعتنا ان احنا ارتبطنا وخلص ارتبطنا وخلص ممكن حاولك ده اقول الماما في الكاميرا نعم بص الكاميرا اقول الماما فهي دي مسكنة لكن يوم ما هتلاقي نفسك انك انت عندك القدرة ان احنا بنتكلم الاول ده خطوة الاولانية اللي احنا بنقول احنا عايزين نرتبط فحنا لو احنا النهاردة لقيت نفسك ان انت عندك القدرة انك تتحملي ده يبقى تأكدي ساعتها ان هو ده البني ادم الصح اللي هتقدر يكملي مع حالك طب انا اتحمل اعرف منين ان هو البني ادم ده الصح الاول انا هتحمل طول ما انا مش متجوزيه او لسه ما تجوزتش فلسه وضع الفراشات والحب الرومانسية طبعا تبا شعلينا بتواحد لكن او الخطوبة طالما احنا مش عايشين مع بعض فبيبقى دايما لسه الشغف اللي موجود في اي علاقة تماما لما منتجوز بيبقى شغف موجود شوية بالزبط الدنيا بتختلف تماما لا هو بعد اول سنة جواز العلاقة ما هو تعرف فلان اه عشرت ولا اه اكيد الجواز كده هي اول سنة بعد اول سنة الاتنين بيبقوا زي بعض متساويين علشان كده بقول مهم جدا ان احنا نبقى عارفين كويس قوي ان احنا داخلين مشروع مع بعض ومشروع ما بين احنا الاتنين احنا الاتنين عايزين الحياة دي تنجح ما ينفعش حد يعتمد على حد وما ينفعش حد ودي بقى نرجع للمقولة بتاعتنا ان ما ينفعش حد جزك على ما تعودين دا سؤال مهم جدا وحب يسألوا بقى الكل السادة المشاهدين مين قدرت او قدر يعود مراته او يعود او تعود جزها على طباحا او طباعهم في فرق ان انا ما اعود وان انا اتعايش مع الطباع اتعايش صح دروقتي احنا نحن للمسلة عمل جزك على ما تعودين لي مش مراتك على ما تعودها لا بحلال قطة او برافو علي بذكره انا حزة ان متجاوز يعرف عليها اسأل المتجاوز ولا تسأل طبيب اتعاودي واتباح لها القطة لو انوضة هتلاقوا كل المقولات هي لها علاقة ان فيه نوع من انواع هي معلقة مين حصل في التأقلم مين حسن في التأقل السبتات ولا رجالة؟ مش تقياس، مش تقياس، مش تقياس، ودلوقتي بالذات ما بقاش ليها خارج. طب نحلها ازاي؟ يعني نتصارح مثلا؟ يعني نوعا مع بعض كده، فاقول له أنا عارفة انت ده بالنسبة لك هيبقى صعب بس كذا، لا يعرف اللي هي الأسالين؟ هي هتبقى المرحقة، امتى؟ نتصارح امتى؟ بعد الجواز؟ هتبقى بخالة تأخرت قوي، هو احنا بس محتاجين نوع من أنواع الشفافية قبل الجواز، محتاجين نبقى عارفين حاجتين مهمين جدا، محتاجين نبقى عارفين ان احنا لازم هنبقى مختلفين، وفي اختلافنا ده في حد ذاته ميزة، لان لو احنا شاوها بعض هتبقى الحياة مومنلة جدا، فلازم نبقى مختلفين ونكمل بعض، فلازم لو خدنا واحد كابي بيست زينا، تأكدوا ان الحياة مش هيبقى فيها نوع من أي أنواع، السسفنس كده، البهجة، لازم يكون فيه اختلاف، لان هو ده برضو جزء من اللي بيخلي الحقيقة ليها طعم، فلازم يكون فيه نوع من أنواع الشفافية، والحاجة التانية والمهمة جدا، ان احنا لازم نبقى قد مسئولية اختيارنا، بمعنى فيه عيوب ما ينفعش تستخب، مهما كنا في مرحلة العصافير ولا مرحلة الفراشات، ما ينفعش تستخب، زي ايه العيوب؟ البخل، الغيرة، الشك، العصبية، العصبية، الحاجات دي ما ينفعش نخبيها كتير، لا، وهي فيه الحاجات دي ظهرت، وهي بتحبه، فجتها نفسها شوية قالت ايه؟ اللي جاية دي بقى، تتحمل مسلم، هتقولك أصلا هيتغير، مفيش، مفيش بناية غير غير، الأمهات أصلا هيتغير ما هو ما كانش كده، الجملة اللي ضيات أجيال، هيتغير بعد الجواز، هل في حد بيتغير بعد الجواز؟ مفيش حد بيتغير، وخصوان التباعة، وخصوان التباعة، خصوان التباعة اللي مش مزبوطة مش ولابود، بتظهر مهما تأخرت في وقت اللزوم، بمعنى أن العصبي مهما قدر يتحكم في عصبيته، عند وضع موان بيخرج عن شعوره، وبيتعصب، والعكس الصحيح، مهما كان الراجل البخيل، هيبقى بخيل، أياً كانت الظروف إيه هي؟ أياً كان، هو قدرت تغيره شوية، هو ما تغيرش، هو قدر يتعايش مع شكل الحياة الجديدة، وده نجح في ده، وأنا بشوف إن إحنا نقدر نتعايش مع بعض، هو ده النجاح في حد ذاته، لكن إن إحنا نحن نغير بعض، هو ده الفشل، وده اللي بيخلي إن الحياة في أغلبية، يعني العلاقات بين الأزواج، إنها ما بتكملش، طب هو يا دكتور، أنا مثلاً برضو واحدة ما تجوزتش، أنا عشان ألاقي الشخص المناسب، هتلاقيه إن شاء الله، مستعجلين، أنا مستعجلين، أنا مستعجلين، أنا وراي حاجات أهم من كده، أنا وراي حاجات أهم من كده، وراي حاجات أهم من كده، يرجع يلومني، ويقول أنت ده نتيجة اختيارك، طب العيوب دي أتلاشات، هل في ملك؟ طيب ممكن أقول لك على حاجة، المشكلة الكبيرة اللي أنت ورتيها دلوقتي، عشان ما حدش يرجع يلومني، أنت ليه عامل حساب اللي اللي هيقولوه، هم مش عايشين معاك على فكرة، دي حياتك أنت، أنت اللي بتختاريه، وانتو اللي بقفول عليكو باب معين، ملكمش باب واحد، ملكمش داعهم هيقولوا إيه، ولا فكرة العيوب، ممكن تبقى عيوب أنا تحملها، عيوب حد غري ما تحملهاش، عفية، أنت تتحمله، أهو دا، هي النهاردة إحنا لما نختار، عارفين كويس قوي، كل واحد عنده عيوب وعنده ممائزات، إحنا علينا إن إحنا نختار، إيه عيوب اللي هنيقدر نتقبلها، ولو إحنا تقبلناها، واكتشفنا بعد كده، نحن مش هادرين نتعايش معاها، أو إن إحنا نعاشرها، يبقى ساعتها لازم نعرف، ما نلومش حد غير نفسنا، لا نسمع كلام الناس، ولا نشتكي للناس اللي ندركها، نختيار نوقع قرارنا، والقرار بيبقى أصعب بكتير لو في أولاد، لأن النهاردة طالما قرارنا إن إحنا نخش المشروع ده، إن إحنا نرتبط، فدي أول خطوة، ممكن الخطوة دي يبقى فيها نلف ونرجع تاني، طالما ما فيش ولاد، لأن لو فيه ولاد هتبقى المسئولية أكبر بكتير، والقرار أصعب بكتير لأنه كنت للأسف أخدتوا قرار مش بس أنتوا المسئولين عنه، لا ده فيه روح تانية أو فيه ناس تانية مسئولة عنه، فلازم تبقى أخذين بالكوان ده، طيب اللي مثلا بيبقى هي شخصية ذكية شوية، ستة ذكية شوية، فبيبقى ليها اختيارات معينة، فبتفهم العيوب، يعني هو في الأول أكيد، مش كل الناس بتظهر طبعتها، فيه ناس بتعرف تخبي، بس الستة الذكية شوية، أو الرجل الذكي ناحيتين، فهو بيبتدي إيه من كتر ما هو تعامل أو ذكي، وفهم شوية في الناس بيتأخر في العيوب أو في الجواز، لا أنا مش هاخد دينة، فهنا ننصحهم بإيه، فيه ناس كتير قوي بتفضل كده، فترة طويلة لغاية ما تتجوز، كنت لسا أقول، احنا كل ما بنتأخر في برحلة أخدان قرار الجواز، كل ما المتطلبات البار بتاعنا بيعلى أكتر، كل ما بيبقى منتظرين حاجات أحسن، وكل ما بناخد إن إحنا عايشين لوحدنا أكتر، فمنقدرش نتخيل إنه ممكن حد يشاركنا حياتنا، فديك تبقى صعبية، يعني اللي بيجوزوا بدري شوية أسهل، كل حاجة ديها ميزة وليها عيد، كل حاجة، مش مهم نتجوز بدري أو نتجوز بالتأخر، إنهم نكون مقتنعين بالخطوة اللي إحنا نعملها، ومقتنعين بالشخص اللي إحنا قررنا بكامل حياتنا معاين، وليهم نوعات كتيرة من العلاقات اللي هي، هو أنا هينتهي بي الحال إن أبقى كده، فبيبقى عن اقتناع أنا عايز أخذ المرحلة دي، بالعكس أنا باحترم الناس اللي بتيجي، ما بتبصش للسن، ولا للوقت، ولا للظروف، اللي بتاخد القرار، طالما قررت إنها تاخد القرار، بس تاخده صح، وهي مقتنعة بي، ما فيش حاجة اسم معنى تأخرت، المهم إن أنا ما يعديش عليها العمر من غير ما يكون فيه حاجة المفروضة عملها ومعملتاش، هو ده الأهم، طيب دولاتي، في برضو سؤال عندنا بيقول إن الناس اللي بتدخل الأهالي في المشاكل، يعني أنا كواحد أنا كإيمان برضو، وهنا كلمك عن نفسي، إن أنا ما بحبش دخل أي حد في أي حاجة اللي هي علاقة بي مشاكل، خالص، صحاب بس كده، كم عشو صحبة بس كده، بس، 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 هم مواحدة بس، يعني ما بحبش دخل، صراحة، يعني إلا الفعل الأقربين مقربين، وفي حاجة تبقى أرجنت قوي اللي هي فعلا تقط الأمل في التفكير فيها، بس، البنات ده اللي هي كل حاجة، يا ماما ده عمل، يا ماما ده سوا، يا ماما ده، فهي دي دول أكبر غلطة أولاً إن إحنا بندخل الأهالي بالذات، أنا ومراتي، العلاقة ما بينا ممكن تحتد جداً، هننسى وهنسامح لأن فيما بينا حاجات حلوة كتيرة، عايشين مع بعض، فيما بينا أولاد، الأهل عمرهم ما بيناسهم، الأهل بيفضلوا فاكرين دايماً أنت عملت في بنتي أو عملت في ابني كذا، فبيبضلوا دايماً الحساسية دي موجودة، فإحنا أول حاجة دخلناهم، وللأسف إحنا هننسى ونبقى كويسين، هيفضلهم فاكرين دايماً إنهما، لأنه ما فيش أغلى من الولاد، إنه ده وجع بنتي أو وجع ابني، فدي دي أول غلطة، تاني غلطة لو دخلنا بقى الأصحاب أو المقربين، أنا أعرف منين إن طريقة تفكيرها هي هتلاقم طريقة جوزي، أمراتي، يعني أنا هعرف منين إن القرار اللي هي تدهوني أو هتشور علي بيه أو النصيحة دي، هي هتلاقم شريك حياتي أو شريكة حياتي، فبالتالي ممكن النصيحة توديني في ستين دهين، وأعرف منين مدى صفاء نيتها للنصيحة اللي بتدهاني إنها من قلبها، وهو فيه بنشوف كتير جداً، وده خلينا نقول ده في الأغلبية في السيدات أكتر من الرجال إن بيبقى فيه نوع من أنواع النفسانة، فبالتالي أنا مضمنش النصيحة دي ممكن تخرب علي أكتر من هتفيني، طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، فريل إعداد عندنا شاطر شويتين، فقال لي على معلومة كده إن أنت بعد فترة جواز عملت تاني فرح، ولبسته صح اللي أنا بقوله، صح، وفستان فرح، في أولاد هاي بعتني الصور، فأنا يعني تخيلت إن مثلاً ممكن إيبقى سبق زواج مثلاً، وأنه ما كبار، احكي لي بقى علشان أنا انبهرت الخير، لا، أنا الحقيقة أنا باكن كل الاحترام والحب، الاحترام قبل الحب، يعني الامراتي إحنا نعرف بعض بأنها فترة كبيرة، والميزة فيها إنها النهاردة هي أقرب ليا من أكتر حد لمن أصحابي ولا من عائلتي، ما شاء الله، يعني ليه؟ لأن هي قدرت بمنتهى، مش هقول بقى الزكاء زي ما احنا قلنا في بعض السادات الأسكية، لا هي قدرت بمنتهى الشفافية إنها تكون على طبعتها، وما تلبس أي نوع من أنواع المسكات، فبالتالي بقيت هي لنا ببقى مستمتع جداً، وإحنا قاعدين مع بعض إن أنا لو عندي مشكلة أجري أحكي لها، لو هي عندها مشكلة هي ما بقدرش قلنا عندها مشاكل لنها، إحنا قررنا إن هي تبقى مسؤولة عن البيت والولاد، وإحنا يعني إحنا كل حياتها، بس إن هي تبقى أصحاب هي دي الخطوة الصعبة الشوية، بس أنت مساعدة، يعني أنت مساعدة، مذكرش إن في مشكلة بمعنك، مشكلة حصلت ما بيننا، الحمد لله، وأنا مش من الرجالة الروتينية، أنا بقره الملل، يعني بقره الروتين، يعني بحس إن دايماً ده أساس الراجل، الراجل هو مع زمام البيت، ست عليها إنها تلم وتحضن وتحابي، تجين حلقة كاملة عن كسر الروتين بين الأزواج، لأن أنا واحدة من الناس اللي خايفة تجوز بروتين، بجد، لا، أنا بالنسبالي، عشان كلمة، ده في إيد الراجل، موضوع الروتين ده في إيد الراجل، موضوع الروتين ده في إيد الراجل، لا، ما خدناش قرار، إحنا قبل العيد جوازنا بيوم، كلمتها، فقلت لها، أنا عارف إن فستاني كنت شايلاء، قالت لي آآ، فقلت لها، بس أنا، يعني معي، طبعاً بدلاً ما شدت خائتي، بتسأل لي، قلت لها، لا، بس يعني، اعملي حسابك، إن بكرة، احنا نحتفل البعيد جوازنا بشكل مختلف، وفي ثانية عملت جروب، عزمت كل صحضنا، وبعتلهم، ورأكشن الناس إيه لما دلل، لا، يمكن إحنا ساعتها، لو تشوفي، كل الناس اللي حضرت بقى فرحنا، وطلبت منهم إنهم يجوا، اللي عنده نفس اللبس، يا روحي حلوة دي، وهي نزلة بالفستان، والزفة، والولاد هما الجنبي، ودي بوينت حلوة نام، خليفها ما شاء الله، محافظة، ما شاء الله، دي الحمد لله، دي ميزة كويسة، ودي برضو من الحاجات ما هو، برضو أرجع وأقول، عشان هي عارفة إن أنا بحب إنها تبقى مهتمة نفسها، ما هي، عشان بقولك هي شركة، هي مشروع بين الابنين، هنراعي بعض، هنتفق مع بعض، أصدقيني هنرايح بعض، اللي احنا عايزين نفرد طبعا على بعضها، كتير أنا معترف بعيوبي، أنا ساعات ممكن أكون بطعصة بساعات، بس الليمت اللي خليني بحافظ على حدود الاحترام والحب، فبالتالي هي عارفة عيوبي، هي حب عيوبي، يعني هي بتقول أنا اللي حاول يغيره هيخسره، دي دايما الجملة اللي بتقولها، فهي وغداني باكدش على بعضي، فبالتالي لما تلاقي كده أكيد بيقى فيه تأدير، فهي علاقة متوازنة بين الاتنين، طيب يا دكت، يا أستيس تيمير، أنا بلات السؤال، مثلا أنا ما يجي أختار شريك الحياة، زي كده ما دخلش الأهل في المشاكل اللي بتحصل، ما دخلهمش كمان في اختيار شريك الحياة من البداية؟ لا، حتى لو سن صغير؟ جارة العادة، وكل النظريات، إن الأب والأم، لما بيقولوا على أن الشخص ده لا يصلح، الزمن بيلف، وبيتسبت إن كلامهم صح، سبحان الله، وفعلا بيطلع اللي لا يصلح؟ بيطلع صح، لا يصلح، عشان كده أنا بان صح، عشان هو فعلا لا يصلح، يعني لخلهم هو؟ آه، ما أنا بقول لازم تدخليهم، هنا العكس بقى، هنا في اختيارك لازم تدخليهم، ليه لأن احنا في الاختيار بيبقى فيها عمل كتيرة جدا، احنا بنتكلم عنها حب، هو بيتصرف تصرفات معها، هم بيحسبوا مقاييس تانية مختلفة، طب أنا جدتي كان دايما تقول كلمة، تقول تبص على أهل العريس اللي ما تقدم، وتشوف علاقة الأب والأم، حتى لو هما منفصلين، يعني الكلام ده مش لازم يبقوا ما متجاوزين، بس علاقتهم ببعض إيه، فهتفهم إن الزوج أو الولد اللي جاي يتقدم، الخاطبها يعني، هيبقى من إزاي في المستقب، ده حقيقي كان؟ ده حقيقي، طبعا، ده حقيقي، وفي الكرمة، سبحان الله دايما بنقول إنه لما بتحصل الكرمة، بتعيد نفسها تاني، وبيبقى بتلاقي نفس المشكلة بتتعاد تاني، يعني لو الأب والأم انفصلوا، بتلاقي إن الكرمة سبحان الله، يعني أنا برضو ده أنا، يعني لا بس هي فعلا أثبتت، وفي علم بيقول كده إنه بتعيد نفسها تاني، وبتتعادوا، بتلاقي إنه هما انفصلوا، والعلاقة ما كانتش نكحة، لا بس أقول، بس أولادة معظم جيلنا، وانفصل، ده سونة، ليه بقى ما هو عشان كله، بس أعليه ما كانوش منفصلين، معظم ما هو، لهم، فأنا عشان كده، ولو إحنا مسكنا بقى الجزء بتاعنا، بتاع الأكتر المبني على واحد زي دواحد، ساوي اثنين، هلاهما انفصلوا ليه، عشان كل الأسباب اللي إحنا قلناها، عشان الاختيار السيء، عشان مسمعناش كلام أهلنا، عشان السرعة، عشان خاطر عايزين نبقى ليه بلد إن إحنا تجاوزنا، عشان خاطر حاجات كتيرة قوي غير اللي إحنا تجاوزنا، زمان كانت الدنيا محدودة شوية، يعني مش زي دلوقتي، دلوقتي بقى الشغل مختلف، وبقى في ناتو؛ وده برضو غزبا، يعنيrzeه مضح أني تجاوز أمERE أو إنها تحب مضحها لأنها شغل مضح يعني أنت عندك كذا دايماً حاجة بيبقى ليهم اهتماماتك وحكتك. اهتماماتنا إحنا فيه. فساعات ده بيعمل إيه؟ جاب يعني شوية هي خلاص ما هي مش هتفضل تنكد يعني فبيسيبه يبسط وينزل ويعمل حاجة اللي هو بيحبها. بس ده بيشيل منها هي الحتة اللي هي قاعد معي نتكلم مع بعض. بقت عندها حتة شوية ممكن تقدر تقول استغناء بس مش بالمعنى الكبير. لكن خلاص انت هي تعودت على عدم موجودها في حياته. فهنا الحل ايه؟ الحل هنا أنه لازم يكون فيه نوع من أنواع الهواية المشتركة ما بينهم وبينبعض. لازم. هي هتيجي على نفسها شوية؟ هو هيجي على نفسه شوية. زي ما احنا قلنا هي العلاقة لو تبنت على وان وي بس. هو ما يجيش باي قول لنا عندي مطشة صفية مطش كذا ما هي الفكرة ان هي تبقى عايزة ده. هي بالزبط. بس هو ساعات ما بيسمحش لده. يعني لو قاعد حتى معيها هي بتلاحظ ان هو بيفرق قاعد بيبص على المطش ويبص على. يعني فهي الوقت اللي هيضحي به. ده طبع. ده طبع. وده طبع فيه كزء من. فكروا فيها جماعة من الأول اهو. الانوي. بس ارجع اقول. بس ارجع اقول احنا طبعي. احنا طبعينا كرجالة احنا طبعينا انانيين على فكرة. احنا تكبرنا على ده. احنا تربينا على ان الرجل رجل والستة. احنا مجتمعنا كبرنا على سيسايد وامينة. احنا بنتفرج على الفيلم ده حتى لو احنا مش في دلوقتي. ده انا حلق المخصوص لسيسايد ده انا مستنيع. اه بجأة. يعني دي دي حقيقة. فللأسف احنا بتلاقي من الولد هو صغير. لا. هو انت تنزل تصفر اختك ما تنزلش. انت معرفش تعمل. لا اختك ما تعملش. فاحنا كبرنا. امي حاببتي حطيله الاكل. امي اغرفي لاخوكي. انا مع كده جدا. اه صح. انا مع كده جدا. عشان كده. يعني انا لاخوية يعمل حاجة في البيت ولا مراته في يوم الايام اشوفه بيعمل. انا مع نصرت الرجال. بسي احنا عادينا احنا التلاتة كل واحد فينا. لرأي. لرأي. مش طبع. هو لرأي ورأي يحترم. انا من انصار ان لا ما نساعد بعض على فكرة. يعني انا انصار نقوم وانساعد بعض. انا انصار انها مشكلة في حاجة ايمان. ان هي لو حاجة اتشالت منها غصبا انا خلاص هي عودته على ردن معايا. او مبققت ليس مبقاش فاردة عليها. مبقاش حاجة غير فاردة. ليه ليه بقى انت قصرتي هنا. ليه ليه عودته على حاجة. بقى ان هي بتاع من خلاص هو كبني ادم فيه رجالة انت قدرش تجيب نفسها كوبات مية. حمده الله انا جوزي مش منهم يعني حمده الله. بس فيه ناس كده. وده طبع فيه يعني ده حاجة متعبوش. لان ان احنا ربنا الولاد بطريقة زي ما احنا قلنا مختلفة عن البنات. بالضبط. بس هي مرة تبقى تعبانة هيبقى بالنسبة لها انت ما عملتش وما شلتش وما جبتش. هي دي بقى هي نقطة التأدير. هي المطلوبة التأدير. هي نقطة التأدير. التأدير مطلوب جدا من الطرفين. بالضبط. وانا بانصح كل الرجالة ان احنا نحب نهتمد نفسنا ونحب نشوف صحابنا ونحب يبقى لنا حياتنا. بس لازم برضو نراعي ربنا في الناس اللي معانا. لان احنا بيتنا ومراتنا دول او مراتاتنا دول دول يوم حق علينا. فبلاش يبقى على الاقل وبلاش حتى الوقت اللي احنا نراعي فيهم نبقى مدايقينهم فيه. محسنوا من احنا انعامنا عليهم ان احنا عملنا ده. لان دي في حد ذاتها برضو بتتطيب غلطة كفاية قوي ان انا واخدكم وديكم او مصفاركم او ممتازل. المن. هو ده. فلو الناس قدرت يكون عندها نوع من انواع الاستيعاب لده او الازواج قدرت انها ده. هي في الاول والاخر شركة. هي ده. وهي برضو فيه زكاء. هنا بقى بقى علش. الزكاء اللي حرج بتقولي عليه. يعني انا بقول النهاردة. لو احنا ضربنا مثلا عن انا من وقت للتاني. هي انا مراتي نفسها بتقول لي. خد صحابك وسافره. هي اللي بتعرض علي. انا باعرض والله يبرد. انا باعرض. فانا لما حس ده طب تعالي نعمل. او حتى لما بعمل ده بابقى دايما عندي احساس. ان انا لأ انا عايز لما ارجع نعمل حاجة مع بعض كلنا. عوضها. او او انا مسافر بكلمها كل شوية. وابعت لها صور انا بعمل ايه. احنا شدنا الفيشة شوية. يعني العلاقة لما بنبصل شوية فبتبقى فيه وحشة. بيبقى الموضوع اسهل شوية غير لما نبقى فيه وحشة بعض على طول. اهم حاجة ان احنا نشد الفيشة زي ما حالك قلت بس بحدود. عشان ما نوصلش للمرحلة اللي انت متياه من شوية للجاب. لان شعره بابنده وبابنده. ودي مشكلة. انا اللي بشكرك. ارجوك تبقى معنا على طول الحياة. ارجوك تبقى معنا. بديت بقى لطيفة. وياسمين بتشكرك طبعا. واشي ياسمين. وان شاء الله المرة جاية انا هكلم على الاداد ان هما يستغذنوا. حضراتك نتكلم في موضوع الملل والزهق ده. لان ده حاجة مخوفين. انا خيطة. انا مش. لان ده انت عاملالي موضوع مخصوص. ايمن. انا سعيد ان انا معك. ده كل اللي بيشاهدون على فاك نفس الكلام. موضوع الملل ده حاجة صعبة جدا. دي مشكلة. دي مشكلة كبيرة الحقيقة. بس ارجع وقول عبالما نتكلم عنه. الراق على الراجل فيها. الراجل هو اللي في ايديه مفتاح لسمام البيت. قولهم بقى. الراق على الراجل. خدوا بقى. كل رجالها يجب انت اخد بالها. شكر ليكم. بسط قوي نوسف تمت كان معنا النهاردة. وخلوه نطلع لفاصل ونرجع نكمل بقية فقرات. ماينفعش نبقى فيهاي شوجر وما نتكلمش عن الجسم السلي. طبعا دلوقتي فيه ناس كتير جدا بتعاني من السمنة. فلازم نتكلم على السمنة. وللأسف كمان ان مش بس الكبار ده بقى كمان فيه الأطفال. والسمنة مش بتأثر بس على الشكل العام. لا السمنة بتأثر على النفس. وبتأثر على أمرات كتير زي السكر والضغط. فطبعا النهاردة بيشرفني نكون معي دكتور نيهيل حافظ. خبيرة التغذية وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة. أهلا يا دكتور. أهلا بيك ازايك عامل ايه؟ ومعانا حالة كمان حسن؟ أزايك يا حسن عامل ايه؟ تمام الحمد لله. خصيت انت وتمام ها؟ تمام. ازايك دكتور زي حضرتك. الحمد لله تمام. احنا عايزين بس نتكلم في البداية. يمكن حسن تكلمنا شوية قبل ما نطلع يعني. فعرفت ان هو كان فيه أفر ويت كتير جدا. وما شاء الله انا ما صدقتش. فقال لي انا خصيت كام يا حسن؟ حسن كانت ايه لما بدتي بها؟ مبدئيا قبل ما اتكلم عن حالة حسن هو حسن خاسس 35 كيلو. حسن اصلا سنه دلوقتي 24 سنة لما كنت معرفته كان عنده 20 سنة. حسن من الناس اللي هو دايما في سن المراقة او في سن الشباب. بيبقى فيه تنمر بيبقى فيه دايما حالة تريقة او الحالة النفسية عموما كتر التريقة وتنمر بيخلي الشخص اصلا مش عاوز يخس. ونفسيته تعبانة وعنده عدم ثقة في نفسه وبيبقى بيأكل اكتر من الاول. بيقول انا هخس في قد ايه؟ خس ده كتير جدا. كده 35 يعني هو بيبقى بالنسباله طب انا هو ده احلم نفسي لغاية امتى؟ ده حقيقة مخصوص ان هو كان بيحب الاكل جدا. يعني كمياتي كان بيأكلها حسن كان انا بستغرب يعني بقى. ان شاء الله يتخيل ان فيه حد بيأكل الكميات دي وبيتعشى بكميات رهيبة وعنده يعني شراها في الاكل. بس هو كان بالنسباله الاكل حاجة عاطفية يعني هو كان بيأكل. يتدايق مرتبط بيه الاكل. يتدايق عاوز يأكل فرحان عاوز يأكل هو بيأكل لمجرد عنده بيحب الاكل. ليهو بيأكل عارفة لما تحبي حد فتبقي عاوز اتشوفيه هو كان بيحب الاكل كده طول الوقت عاوز اتشوف الاكل قدامه. فحسن لما جاري طبعا هو من الناس كانت فقد الامل وكان اصلا جرب منتجات تخصيس قبل كده. وما كانش عنده ثقة بس عارفة لما الواحد يقول ايه يا الله اجرب اشوف حظي ممكن يبقى هما فعلا زي ما بيقولوا هيقدروا يخصصوني وكده. فاشتغلت معا الاول على الحالة النفسية بتاعته. لازم الحالة النفسية اهم حاجة لان انا من غير ارادة من غير ما كل من جواي عاوز اخص فعلا ومهيق نفسي مش هينفع تخصي مش هتقدر. يعني لو انا مثلا ايه طب انا هجرب بس من جواي مش مقتنع. لو انت من جواك مش مقتنع فانت مش هتخص. لازم تبقى من جواك مرتاح نفسيا للشخص بتتعامل معاه. ولازم تخص مع خبير تغذية علاجية مع منظومة. ما ينفعش ان انا مثلا ايه صاحبتي خاصت على المنتج ده اروح اجيبه. ده الناس كلها بقى مش هكذا انتو خاصتوا بايه بكذا فيقوموا رايحين جايبين. اروح النظام الفلاني حد خده يبقى النظام ده حلو. صاحبتي خاصت اول اسبوع اربعة كيلو يبقى هو ده. لا انا ممكن تبقى انا بخص اربعة كيلو انت بتخصي تلاتة. حسن يخص اتنين كل واحد على حسب طبيعة حياته وطبيعة حركته وحبه للأكل ونوعات أكله بيحبها. دكتور قسمنا نفسها لازم تبقى مرتبطة بأكل يعني باكل كتير فباد خلنا ان فيه ناس تقول انا انا بخين جدا بس انا مش باكل. فهل بيبقى الاكل بس. هو بيبقى فاهم انه هو ما بيقولش. هو بيبقى فاهم. اقول لك على حاجة انا ممكن افضل طوله انه هور ما كلش واكل بالليل بس واكبة واحدة. ماهو ده معانا اهنا مش اكي. انا بعمل كده. اه مش اكيل بس ده هيطلع حشان كده تلاقي رجالة كتير عندهم كرش. ليه؟ بيبظل طوله انه هور ما كلش. يعني وانا بحاول يعني نشفوت وانا اهنا دلوقتي. هو ده الاكل بالليل بيبقى غلط؟ غلط سواء اكل صحي او اكل يعني اكل مصح. ليه بقى؟ لان دلوقتي ده مش معاد هضم. انا دلوقتي مثلا ما باكل الساعة و 11 ربنا خلق الليل عشان ننام ونرتاح. والصبح عشان نروح الشغل وناكل ونتحرك. فهو مش معاد هضم. فسواء اكلت اكل صحي او مصحي مش هيتهضم. فهيعمل لك مشاكل وهيعمل لك كرش كمانا. يعني الوقت مهم. ان الوقت مهم. ان الوقت مهم جدا. هيفطر في معاد فطر معين وغدا وعشان. بيش اقول لك على حاجة. مش لازم كل يوم اكل في معيد ثبتة. يعني زمان في التغذية كنا بنقول مفروض ناكل كل يوم في معيد ثبتة جدا. ده ما بقاش يعني مش لازم للا. انا ممكن دلوقتي بعملك نظام الهرمونات اللي هو بتاع سامي المتقطة. ممكن اغيرلك كل اسبوعين مواعيد اكلك اصلا. نصب. ومواعيد صيامك. فمش مهم يبقى بمواعيد ثبتة. المهم انا باكل ايه. كمية والنوع. كمان نوع الاكل ده اهم. والاوقات ما تبقاش قبل النوم على طول بساعة او بساعتين. لازم يبقى عندي مساحة. اه. في حالة حسن بقى هو كان بيحب الاكل جدا. فانا اول مجال. انا لسه جاي لك. حيقت نفسيا رقم واحد. رقم اتنين. واحد بيحب الاكل. لازم ادور على ايه الحاجة اللي هتساعد انه هو يعمل النظام الغذائي. الحاجة اللي هتساعده او المادة رقم واحد في العالم. في قفل الشهية او الاحساس بالشبع. هي مادة السليم هاسك. القشور دي او الياف الانا السليم او الياف السليم هاسك. دي بتبقى اصلا العشب ده برا مصر في الهند. ده برا عن الياف طبيعية. الياف طبيعية وعلى فكرة الميزة كمان. دلوقتي هقولك ان هي بتنفع للاطفال من سنة ثلاث سنين. دايما في التخصيص او في موضوع السمنة دايما بنفكر في الستات والرجال. ما شفتيش قبل كده حد مثلا احنا كنا اول شركة في مصر. تهتم بالاطفال من سنة ثلاث سنين. سمنة الاطفال دايما الناس بتخاف منها او بتبقى مش عارفة تديلهم ايه. في منتجات كتير جدا في السوق المصري مرخصة من وزارة الصحة. بس تنفع من 18 سنة. المنتج الوحيد اللي ينفع من ثلاث سنين هي الياف الاناسيليم. ده الطفل يقدر ياخده عادي ومفيش اي ضرر عليه. لان هو هو الميكانيزم بتاعه بيشتغل ازاي في الجسم. هو بينزل في المعدة فبيعمل بالك. او بالبلدي كده بينفش في المعدة. فبيخليك يتاكلي بس يعني بيملى المعدة فبتاكلي تلتهى بس. هي عبارة زي الياف طبيعية. زي الياف بتمنى المعدة فبتحسس بالشبع. وعلى فكرة هي فوائد كتير جدا هتكلم عنها. يعني النهاردة او في حلقات تانية. ايه هي فوائدها غير ان هي بتحسس بالشبع. هو الاحساس بالشبع ده رقم واحد. طب انا حسيت بالشبع يعني حسن من الناس اللي حس بالشبع. وحس ان الشهية مقفولة معي. فيه بقى خطوة بعد كده نظام غزائي. فيه خطوة بعد كده اللي هي حرق الدهون. الناس تقول لك انا عاوز اعرف ازاي الدهون هتتحارق عندي. اوه. ففيه كذا خطوة احساس بالشبع. اول حاجة الحلالة النفسية والارادة. تاني حاجة الاحساس بالشبع عن طريق مدد السليم هاسك. اللي موجودة في كورس الاناسليم. تالت حاجة الحرق الدهون بيتم ازاي عن تكسير الخلايا الدهنية. رابح حاجة بقى هي النظام الغذائي. ماينفعش اكون باخد حاجة او بتحسسني بالشبع. طب انا ممكن ااخد الكورس ده واكل اللي انا عايزاه. يعني مش نوعية اكل معينة. فكرة اكل انا عوزائي. اكل انا عوزادة في محالة التثبيت. اه لما اجي ثبت. لكن انا بخس يبقى لازم اكل حاجات مشوية. لازم اكتر السلطة. لازم اكتر الحاجات اللي هي مثلا. يعني افطر بيد مسلو. افطر فول. افطر مثلا جبن قريش مع السلطة. بس مش تقيل قوي زي الدايت الواحد. زي الدايت الواحد مع نصر غيف. باجي الغدا مثلا باخد سمك ماشوي فراخ ماشوية مع السلطة. مع نصر غيف او اربع خمس معلق روز. بيبقى كل واحد كمان على حسب. على حسب. هو بيحب. الوزنه وطوله بيحب ايه كمان. ما هو انا وزني غير وزنك. فالاكل ينفعني غير الاكل ينفعك. فعشان كده ما ينفعش ان احنا نمشي بنظام غزائي واحد لكل الناس. حسن قللي بقى حسن. انت عرفت عن دكتر نيهال والكورس بتاع التخسيس انت. عرفته عن طريق السوشيال ميديا. ده من حوالي مثلا سنة او سنة وشوية. وانت الاول كنت عندك الدكتر بتقولين انت وكتش عايز تخس. طبعا انا قربت الدربة الكبيرة دي. ليه بيت مية وخمسشار كيلو. من بعد الثانوية عامة. فقررت ان انا عايز اخس. والفترة الليل اللي بعد الثانوية عامة دي جربت كذا منتج. وطبعا يعني كنت بقى قابل شوية بقى ايه مشاكل بقى طبعا تريات الصحاب والكلام ده. جربت كذا منتج وتعبت منه طبعا كان بيبقى فيها انا بيبقى متعصب بيبقى عايز انام. او ممكن ما يخلكش اتنام مثلا فيه منتج بتبقى كده. بالزبط كده بالزبط. والقولون برضو كان بيقوم عليها. طب لما رحت لاني دكتر نيهال اول حاجة انت مشيت عليها ايه؟ اول حاجة مشيت عليها الاناسيليم وتعليمتها بقى في النظام الغذائي. ومشيت عليها بالزبط. بالزبط لازم طبعا لازم. وخسيت تقريبا فقد ايه الوزن الحال وثلاثين كيلو؟ 35 كيلو. 35 كيلو. الوزن اللي هو الكله يعني. اول شهر بالزبط خسيت 10 كيلو. اوه. وتاني شهر 8 وثالت شهر بتاع حوالي 7 كيلو. اوه يا أشورة دلوقتي قبل وبعد احنا شايفينها. انا عايزة اشوف بقى بعد بقى. انا عايزة ممكن معلش بس تورينة 30 كيلو فلازم انا اسفى يعني. لا فيه فرق طبعا. طبعا. مش قادرة اقول لك انتب ايدك يا دكتور تفاعدا يعني. طب ارجع لدكتور نهيل. يا دكتور ممكن فيه ناس بيبقى عندها سكر. فيه ناس عندها ضغط. يعني بالفراجة انها عايزين يعرفوا على انا سليم او ان هو يناسبهم او لا. فهل ده بيناسب مرضى السكر ولا لا. اي حاجة تنفع الاطفال من سنة 3 سنين يبقى تنفع لمرضى الضغط والقلب والسكر. وهذا تم تيضح المال. معي منتجات كثيرة ممنوعه للضغط والسكر والقلب. هو السيليم اللذات ينفع لمرضى الضغط والقلب والسكر والأطفال من سنة 3 سنين. لان هو كل مكونات طبيعية. أول ما اقول لك المكونات طبيعية لازم تعرف ان هو تنفع لكل الحالات. فهو ينفع لكل الحالة. كمان ان ترجع لحاجة تانية الاختيارize. بيحسس بالشبع. هو كمان بيزبط نسبة السكر والضغط والكروسترول. فهو أصلا برا مصر بيستخدمه عشان تحسين حركة الهضم يزبط السكر يزبط الضغط الكروسترول. يعمل ديتوكس القولون. إنما إحنا في مصر عشان إحنا أكتر حاجة بنهتم بيه. هي الخساسين وإحنا عاوزين نخس. لذب. نعمل فوكس على التخسيص بس. فهو لي فوايد كتير وعشان كده هو مناسب جدا للناس اللي عندهم سكر. فهو هيزبط لك نسبة السكر. مناسب كمان إن هو بيمتص الدهون فمش هيخليك ريسترول عادي. مناسب إن هو لما يمتص الدهون كمان ويزبط السكر هيعالج معاك لو عندك مقاومة أنسورين. هيعالج معاك لو عندك تكيّس مبيض. فهو بيعالج حاجات كتير مع التخسيص. اللي هي كل الأمراض اللي كان أساسها السمنة فهو بيساعدها إن هو يعالج. طبعا يمتص الدهون. هو حرق دهون سد شهية بيمتص الدهون. فامتص الدهون وخصوصا من منطقة البطن. ده بيقلل أمراض كتير جدا. هي أصلا يعني اسمنا بوابة الأمراض كتير. بس أكتر منطقة بتسبب أمراض هي البطن اللي هي الدهون الداخلية. مش السطحية. البطن دي بيقى فيه دهون سطحية وفيه دهون داخلية. فأنا لو ما عنديش دهون داخلية. فأنا مش هيحصل لي الكابت الدهني. مش هيحصل لي كروسترول عالي. مش هيحصل لي مقامة أنسورين. مش هيحصل لي السكر من الدرجة التانية مش هيحصل لي القلب فهو لما يمتص الدهون هو بيساعدك ان الحاجات دي كلها تقل عندك يعني مع الخساسان وانتي بتستخدمي الاناس اليام وما يحسن حركة الهضم وهيعالج مشاكل القولون ممكن بعد ما تخصي مش هيبقى عندك سكر من الدرجة التانية الكروسترول بتاعك حيتزبط فعندك تكاييسات المبيض بيمتص الدهون الداخلية ففي نفس الوقت لو عندك مشكلة بتكاييسات المبيض حيعالجها كمان مع التخصيص طب انا هايزا هكتكلمين شوية عن مبادرة كنت فيه مبادرة انتي كنت عامليها عن صحتك ورشقتك تقريبا كلمين اكتر عليها بصي هو احنا مبدئيا احنا المبادرات كل فترة بنعمل مبادرة يعني كنا في 2019 بتاعات الاطفال دي كانت مبادرة ممتازة وعندنا حالات كتير اطفال خاصة معنا لو دخلتوا على صفحة اون تارجد فارما او صفحة خبيرة التخزيني هالحافظ هتلاقوا المبادرات دي بعد كده دخلنا في مبادرة حزر الدهون عملنا خس مع اون تارجد وخس مع اون تارجد برضو ليه نتائج مبهرة جدا وبرضو على صفحة السوشيال ميديا بتاعتنا اخر مبادرة دي عملتها اللي هي احنا شغالين فيها دلوقتي ولسه مكملين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج كلها وكمان حننزل فيها محافظات كتير وهي صحتك ورشقتك امان لأسرتك المبادرة دي ايمزتها او ليه احنا عاملينها عاملينها للأسرة كلها للأب والأم والراجل والست والطفل ان احنا نعالج السمنة ناخد الأسرة كباكج لو الموضوع وراسها بيبقى كله يعني بيبقى الاب والأطفال او الأم بصي اصل السمنة دي من وانت صغيرة السمنة دي نتيجة ان احنا عدد غزائية غلط نتيجة ان احنا طال الوقت بنكل نشويات وبنكل ثكريات فالدهون او الخلايا الدهنية بتتكون من سن لحد سن سبع سنين فانت من اول ما بتتولدي حد سن سبع سنين ده الوقت اللي بتتكون فيه الخلايا الدهنية كعدد طبعا الحرق بتاع الأطفال بيبقى حلو جدا فبتبتدي بقى تظهر مشاكل السمنة إمتى آه طبعا بتظهر مشاكل السمنة إمتى لما تبدأ يبقى في مرحلة المراقع اللي هو التغيرات الهرمونية معنى أنت تعادي في البيت وتعادي تذكري مفيش حركة كتير بتلاقي مرة واحدة جسم البنت ضرب بتقولك أنا بنتي جسمها ضرب مرة واحدة ومش ضرب مرة واحدة هاي الخلايا الدونية دي قردي تكونت وهي صغيرة كعدد بتنشطت لما الحركة قلت طب حسن قولي يعني انت دلوقتي لسه مكملة على الكورس ولا حاجة أكيد ما بقيتش بتجوع بني قولي بصراحة لا لا طبعا يعني لو أقولت أنا عايز بيتزا كده طب أنا عايز مكارونة الحاجات الحلوة دي طبعا الحاجات دي يعني إيه طبعا بناكلها بس يعني دلوقتي على الخفيف إن الكورس برضو يعني اللي عودنا عليه إن أنا معدتي كان كبيرة فالكورس طبعا أنا ما كنت بغضو فكان بيعمل إنه أكنه سدش هرية بالضبط فأنا ما كنتش بحس بالجوع فما كنتش باكل زي اللي وهي عادة أكتر يا دكتر يعني اللي بتعودنا هو على طول آد على فكرة حسن مش بغرف هو أبوء يعني أنا بحب بعض أزأس حاجة حتى ده حقيقي على فكرة هي عادة وأقول لك الحاجة هو حسن مثبت من شهر واحد إحنا نهارده في شهر تسعة اللي حيدخل على السوشيال ميديا عندنا حتلاقي حسن ظهر معنا في شهر تلاتة وكون أردي مسبب فإحنا عندنا كمان الميزة مش بس التخصيص التخصيص ناس كتير جدا بتخص سواء طرق صحية أو غير صحية طبعا الطرق الغير صحية بتلاقي فيه بهتان في بشرتها نقص فيتامينات ومعادن بتحس بتعب مش إن أنا خسيت تحس إن بشرتها منورة تحسي إيه ده يا بنت أنت تعبانة صح أو اللي حاجة ده الخسانة الغير طبيعي أو الغير صحي الخسانة الصحي المفروض بعد ما بنخس أنت لو تعودت على كمات الأكل دي والأكل الصحي المرفوض أنت ما بترجعيش في الوزن تاني فإحنا الميزة اللي عندنا إن إزاي التثبيت اللي هو ما بعد خسارة الوزن ناس كتير بتخص ده المهم بس بتلاقيها رجع التاني بسرعة حتى بالعمليات والنحت وكل الكلام ده فإنت إزاي بعد ما بتخلصي وتوصي الوزن ده أنت عاوزي ما ترجعيش تتخني تاني ده الأهم هو تثبيت تقريبا يا دكتور بياخد قد إيه يعني كم شهر تقريبا وصي التثبيت من شهر الثلاثة بس حسن قعد يثبت خمس صور من كتر ما هو خايف ومش مصدق نفسه يعني يبقى ياخد الأرسل يوم أو يوم لا كتثبيت أقول له خلاص حسن إحنا ثبتنا دي لأ أنا عاوز أتطمن قد هو خلاص مش عايز يرجع تاني مش عايز يرجع تاني أنت دلوقتي ما بتشوف صورك واللبس وحاسس بفرق طبعا رهي طبعا طبعا يعني هو خمسة كيلو يبقى معيز تقريبا أعتقد معيز أنا عوز أقولك إنّ حسن إتن بيربس يعني دا انت تبدو المعلقة كده على جاندول لا أنا مش شكومش أن مرجعش دي فالواح مش مصدق نفسه والله فعلا فأنا مش عايز أرجع للتجربة تاني لا ما شاء الله كده إثبت على كده طب دكتور نيال دلوقتي لو في حد عايز يتواصل ياخد الكورس أزاي يعني أنتو بتتعاملوا مع الحالة عن طريق ايه بصي الكورس او احنا التخصيص اونلاين عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك صفحة انترجت فارما صفحة خبرة التخزيانها الحافظ او من خلال استمارة برضو بتبقى على الصفحات بتملي الاستمارة دي وزنك وطولك وسنك وفي الاخر بتسيب رقمك واحنا بنبدأ نتواصل معاك ممكن عن طريق انستجرام بتاعنا او عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشة او عن طريق الواتساب انا بحب الواتساب جدا يعني بحب اتعامل مع الناس واتساب لان بيبقى التعامل اسرع واس اسهل وفي نفس الوقت انا انا كشخصيا بتواصل اكتر على الواتساب طيب حسن هو لما كنت انت مثلا بتبقى قدامك حاجة كده عايز اعرف اللي هو اكلها كنت بتبعت لهم ساعات مثلا تقول لانا ينفع ايك في التواصل كان ايه بيردوا عليك الموضوع اسهل ومن البداية خالص على طول الدكتورة انهال ردت علي على طول ماذا انا لما كنت عامل ضاية اتكلم لدكتورة اقول له انا قدامي دلوقتي فيزة ومسكة نفسي يقول لي لا يا اسمي فبتبقى كده سعب بالتعرض ده انا ساعات اه ساعات بس الدكتورة انهال كانت ساعات اسمح لي وصعات لأ فتقول لي لأ عشان ما انبواص عشان ما نرجعش تاني فكاد بتشجعني ايه الدكتورة انهالك انت حاسس ان هم معاك يعني مش الموضوع ان انت بتاخد قصفية دكاترة كتير باخد الديت وبمشي بالزبط انا اشتغل مع نفسي واقول يا اه يا لأ او فيه لأ لكن دما بيبقى فيه دكتور بيبقى معاك داد بيحمس الديت لازم تواصل من غير التواصل الخساسان ما بيبقاش يعني ما بيبقاش لللي انت يع يعني شفتي حسن ما شاء الله اللي هو مسبت بقاله قد دقيل لان ده فيه تواصل ما بيننا وما بينه التواصل ده مهم جدا يعني حتى يعني حسن كنت بحب اللي هو عطول اتطمن عليه انا خايف يعني انا بحس اننا يعني من واجبي اننا يعني خايف عليه اللي هو عطمن اول باول نازل كويس طب مشبعك طب حاسس مثلا انت تعبين نفسك تاكل حاجة معينة طب اي رأيك نعمل كذا اي رأيك نعمل فحطة التواصل دي هي اللي بتساعد الحالة اللي هي تنجح وبتخليها تبقى بتعمل الحاجة وهي مبسوطة مش وهي حاسة ان ده يعني عارفة هو انا يجبني يا دكتور ان انت مش بتاخذي الكورس وخلاص انت بتلعبي على الحالة النفسية الاول طبعا يعني بتتكلمي معهم كل واحد عنده مشاكله ايه بيحب ايه ما بيحبش ايه لا هو حسن اصلا دلوقتي ممكن هو يعود يقولك انا كنت باكل ايه انا عايزة ايه صحابي كتير جدا كانوا يتريقوا وكانوا يقولك احنا عشان يشجعك وعشان تخس ومش عارف ايه وكلام ده فبقولهم ايه ما كانش ليه لازمة يعني كلم ده طبعا بعد اما وصلت للنتيجة دي اهم انبهروا اصلا بقى يشوفوا الصور يقولك يا ابنت مش ده يا ابني والله انت فانت دلوقتي محتفظ بقى بصورك القديمة حاطتتها زي ما هي ولا بعد بقى ما بخصيت مساحة القديم كله الناس اصلا ما بيشوفوا الصور القديمة فبيشوفهم لا فعلا مجهود انت عملت مجهود انا شكت صراحة ماشاء الله ا يعني فصراحة انت عملت حية كبيرة يعني طب انت عملتها ازاي طب انت في ايه بقيت بحكي لهم بحكي لهم انا عملت ايه بالزبط خط المنتج ازاي واتواصلت مع الدكتورة ازاي وكده فاهم حاجة لان انا وصلت الحاجة انا كنت حاطيتها هدف قدامي بس بكل كل الكلام ده كان يعني لموساعد دكتور انهيلو الله يعني كصاحب هل يفرق عندما يكون راجل عن ستة في الكورس نفسه؟ أم يكون كورس موحد؟ يفرق معنا مش راجل أو ستة، يفرق معنا شهاية الأكل ومعدل الحرق هناك بعض الأسئلة نسألها، لو من خلالها، سأشرح لها الكورس، يحتاج كورس مكسب، يحتاج كورس الأناسليم، لحسب الوزن، الطول، المجهود اليومي، أحبها ساعات تعمل إن بادي تئيس، اللي هو نسبة الدهون والعضاة والمية، لا أعرف أن تنزل تعملي إن بادي تئيس، سيدي بس بالمزورة، محيط الوسط، لكي أعرف محيط وسطك، تتاهيلي كمان الموضوع نفسه، يعني ما يبقاش، يعني ممكن تئيس بس وتقولك في التليفون، تقولي لأن أنا بحب المقاسات جدا، أنا ستة عندي وسط، كل ما وسطها ينزل، أنا ببقى منشاكحة، يعني أنا من الناس اللي ما باهتمش بالميدان خالص، أنا من الناس باهتم بالمقاسات، بشكل الجسم، زي ما حسنا بيقولك، هو كان يلبس ثاتا إكس، بقى يلبس سمول وميديم، يعني أنا بقى محافظة على الكتلة العضلية، الكتلة العضلية دي على الميزان، فبتوزن، إن أنا حافظ على الكتلة العضلية، ونزلهم دهون، أنا بالنسبة لي مقاسات، أنا دايما، يعني حتى العمل اللي مش قادة تنزل توزن، لأي أن كان السبب بقولها، طب إيسي مقاساتك، بنقسها كل أسبوعين، لأن طبعا نزلت مقاسات، معناها نزلت، ما هو المقاسات دي، أنا بلبس من لارج لميديم، وميديم لسمول، فأنا بحب أهتم بالشكل جدا، طب بالنسبة للأطفال، بقى يمكن إحنا اتكلمنا عن معضوع الأطفال، فالطفل عشان تهيئي، طفل أنه هو صعب جدا، فممكن يكون بيتعرض، ودوارد، لتنمر، إن إنت إزاي تقنع طفل أنه يخس، دي محتاجة عارفك أكبر من الكبير، يعني، لأن الطفل أمامته مش قادرة تسيطر عليه، فلجأت لك عشان يحاول يسمع كلامك، فهو نفسيا أنت بتشتغلي معاه بقى طبطبا من هنا للسنة الجاية، اللي هو بتحاول اللي هو لازم تخس، وحاجب لك كذا، لو خسيت هعمل لك كذا، بيبقى لازم يبقى فيه حافظ، عشان أن أنا أحرم طفل من أكل دي صعبة، طبعا، إحنا عندنا كريم كان طفل من الأطفال، ما شاء الله خاصة 15 كيهو لسه مكمل، كان حالة من حالات دكتور نور من الفريق الطبي عندي، كريم كان مشكلته بيحب الفراخ البنية، يعاوز كل يوم مكانه وفراخ بني، يعني نور دكتور نور أقنعته، أنه هو هيكل كل يوم فراخ بني، وفعلا كان بيأكل وخس، بس بكميات أقل، الطفل الحرق بتوع حلوي جدا، الطفل مش محتاج غير مادة فحالة تحسب الشبع، فيأكل أقل، مش هينفع تقنعيه بنظام غذائي، هو مش فاهم يعني إضايت، هو يعني مش مستوعب، فبيبقى الحالة بتاعته أصعب حالة ممكن تعدي عليك هي حالة الطفل، لأن مامتو اللي قاعدة في البيت مش عارفة تسيطر، انت بقى أحد مفروض بتسيطري وانت بره، دي بقى صاحبتو، مش حبيبي فيكي، اه طب لازم تبقى صاحبتو، يبقى فيه بعد كذا، انت لو عملت كذا، هيتاحك كذا، طب طب عشان يجي يحكيه لككل حاجة، عملها في اليوم، ما يجدبش، انا بشكرك جدا دكتور نهال، وأنا مبسوطة قوين موضوع الطفل ده، لأنه ممكن مش كل ناس زي ما حيك قلت بيفكروا في السمنة عند الأطفال، نهاية من الأول بنلحق ده، بشكرك جدا نورتيني، بشكرك يا حسن، ومبروك يا حسن بجد، ألف مبروك، كان معنا النهاردة دكتورة نهاية الحافظ، خبيرة التغذية، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة، استنونا الحلقة الجاية، وهي شكري،